اشتركوا في القناة إلى اللقاء استذكر سموه جهود معالي الدكتور خالد عبد الرحمن العهلي رحمه الله رئيس جامعة الخليج العربية السابق والدور الذي اطلع به طوال فترة رئاسته للجامعة مشيرا سموه إلى أن سامته في مجال التعليم والطب ستظل دائما محطة تقدير واعتزاز دعين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه في سيح جنته وقد عربت عائلة العهلي عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء على مشاعر سموه الطيبة للعائلة وفقيدها رحمه الله